السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبعد ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة نعرف بعلم من اعلام الامة الاسلامية من الفقهاء الافداد الذين تركوا بصماتهم في تاريخ الفقه الاسلامي وفي الدعوة الى الله عز وجل نتعرف اليوم عن الامام محمد بن ادريس الشافعي وهذا في سلسلة معرفتنا بالامة الاربعة الكبار الذين وضعوا قواعد الفقه الاسلامي لاننا نريد ان ندرج مجموعة كبيرة من القضايا والمسائل الفقهية المرتبطة بواقعنا المعاصر وفيها رؤية تجديدية مقاصدية وسوف نمر بين الفين والاخرى عن ذكر الامة الاربعة تحدثنا في حلقة سابقة عن الامام مالك ابن انس نموذج للعالم والمتعلم وتحدثنا ايضا في حلقة سابقة عن الامام ابو حنيف النعمان نموذج للتاجر الورع وللقاضي الحصين واليوم نتحدث عن الامام الثالث من الامة الاربعة وهو محمد ابن ادريس الشافعي الذي له عقل يسع امه ووضع لنا الكثير من المبادئ وايضا في حكم حول علاج سوء الحفظ والفهم لان الامام ادريس محمد ابن ادريس الشافعي هو علم في الحفظ والفهم وقدم لنا علاجا لمن كان يعاني من سوء الحفظ والفهم هذا الرجل هو من الاعلام الذين اناروا طريق الهداية وخدموا علوم الدين واصول الشريعة وابواب الفقه قضى حيته بكل ما اتي من نية صالحة وموهبة فذة لخدمة الدين والدعوة الى الحق عز وجل هذا الرجل لم يكن مجرد عالم بذل الجهد في طلب العلم ونشره بل كان احد عباقرة المنطق والعقل الفقهي يسمى ابو المنهجية الاستدلالية في تاريخ الفقه الاسلامي هو مؤسس المذهب الشافعي في الفقه الاسلامي ومؤسس علم اصول الفقه وهو امام في علوم التفسير وعلوم الحديد وعمل قاضيا من بين مهمه انه كان معلما وكان مدرسا وصار قاضيا عرف بالعدل والذكاء وفي زمانه كانت هناك صراعات سياسية كما في كل زمان استطاع ان يتفادى مخلفات الصراعات سياسية التي كانت في زمانه لان همه الاكبر هو نشر العلم بين طلابه ويقال عنه بانه الامام القراشي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر فقال عالم قريش يملأ الارض علما فهو اصله من قريش من المطلبي القراشي هكذا يكن هذا الرجل ولد بفلسطين بغزة وكان ذلك عام مئة وخمسين للهجرة يعني في القرن الثاني للهجرة كانت فلسطين حاضرة بقوة وكانت غزة موطن من مواطن العلم والمعرفة اليوم الذي ولد فيه الامام الشافعي نفس اليوم الذي توفي فيه الامام الاكبر ابو حنيف النعمان حتى قالوا بان الله تعالى اذا رفع عالما فانه يأتي بعالم اخر ليملأ الفراغ كبقية العلماء الامام الشافعي مات والده وهو صغير ونشأ فقيرا يتيما وقيل بانه لولا ابناء الفقراء منتشر العلم لان العلم خصوصا الشرعي منه انما خدمه ابناء الفقراء نشأ في اسر فقير في فلسطين وامه بدأت تعتني به فانتقلت به الى مكة المكرمة وكان في صغره لكي يتعلم العلوم الشرعية فمكة هي مهبط الوحي الالهي الامام الشافعي مما يذكر عنه يتميز ان الله تعالى اعطاه ذاكرة من جوهر انه معروف بقوة الداكرة حفظ القرآن الكريم كاملا وهو ابن سبع سنين وحفظ موطأ الامام مالك وهو ابن عشر سنين وحفظ اشعاره ذيل وحفظ علم الفلك والحساب وما ان اتم تقريبا مدة قصيرة من العمر حتى سار اماما في الخراءات وفي الحديث وفي الفقه وفي الشعر والاذب وغير ذلك لانه كان صفي العقل وكان صفي الذهن وكان سريع الفهم سئل الامام الشافعي كيف حصلت على هذه النعم قوة الحفظ وقوة الذاكرة قال بتقوى الله لانه مرة كان يمشي بالطريق وهو شاب في سن المراهقة يسير في الطريق العام متوجها نحو المدرسة ليحضر الى حلقات المعلمين يعلمون حلقات العلم وبينما في الطريق العام والناس في اختلاط رجال ونساء رأى امرأة مليحة تمشي امامه فتطلع اليها ونظر الى كعب قدمها فاعجب بجمالها وتتبعها بنظرته ثم بعد ذلك وصل طريقه الى المدرسة كان اذا وصل الى المدرسة وسمع الدروس كان يحفظ بقوة لكنه هذه المرة لم يستطع ان يحفظ كالمعتاد كلما حاول ان يحفظ ينسى ويخلط فبدأ يرتاب من نفسه حزن حزنا شديدا وبقي ايام وهو على هذه الحالة فذهب الى معلمه وشيخه وكيع رجل وكيع وشيخ كان رفيع المقام وكان انسان يخاف الله وينصح التلاميذ جاء يشكو اليه الامام الشافعي قال له لقد تغير حالي كنت اتمتع بعقل من جوهر كنت صفي العقل والدهن وسريع الحفظ والفهم هذه ايام وليالي وانا لم اعد استطيع ان احفظ فسأله الشيخ ما الذي وقع لك يا بني فاخبره بالامر انه تطلع الى مرأة حسناء مليحة وتتبعها بنظراته ومن ذلك اليوم لم يعد يثقه كثيرا فاخبره الشيخ نصحا قال يا بني ان هذا العلم الشرعي نور من عند الله تعالى لا يهديه الى انسان عاصي وانما يهديه الى انسان تقي الى انسان يخاف ربه فتعلم الامام الشفعي من حكمة شيخه وكيع وقد انشد لنا ابياتا صارت مضربا للامتال قال فيها شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي ومن ذلك اليوم صار الامام الشافعي يغض بصره ويغض لسانه ويغض سمعه الا على طلب العلم ونشره فصار كل وقته في طلب العلم بمكة المكرمة كان شغوفا حتى انه صار يبحث عن العلماء في كل مكان ويريد ان تتعدد مصادره المعرفية ولما استكمل العلوم اودن له بالفتية ان يفتي وكان دون العشرين سنة دون عشرين سنة صار الامام الشافعي من من العلماء المعتبرين في زمانه ثم بعد ان قضى ما كتب الله لو في مكة المكرمة سوف يسافر الى المدينة المنورة ليطلب العلم مباشرة من عند الامام مالك ابن انس صاحب الموطأ وحافظ عنه العلوم كلها اخذ كل علم مكة استوعبها ثم اخذ كل علوم المدينة المنورة واستوعبها وبعدها سوف يهاجر الى العراق الى بغداد هناك كان المذهب الحنفي فتتلمد على تلاميذ ابي حنيفة واخذ كل ما يتعلق بالفقه الحنفي وصار الامام الشافعي جامعا لالثرات الاسلامي الذي كان منتشرا في مختلف المراكز العلمية في ذلك الزمن خصوصا اجتمع له فقه الحجاز ما يسمى بالمذهب المالكي فيما بعد وفقه العراق ما صار يسمى بالمذهب الحنفي اجتمع لديه الفقه الذي يغلب عليه النقل والفقه الذي يغلب عليه العقل تذكرون ايها احباب الكرام لما تحدثنا عن الفقه الحنفي قلنا بانه فقه يغلب عليه المنطق العقلي والاستدلال العقلي لانه في العراق وكانت العراق ارض شقاق وارض صراع وكان فيها الحديث قليل فكان ابو حنيف يعتمد على الاستدلال العقلي اما في المدينة المنورة فالحديث النبوي كان كثير وكان سليم وكان اهله يغلب عليهم الجانب النقلي فجمع الامام الشافعي النقل والعقل في الدين الناس قبل زمن الشافعي كانوا فارقان اصحاب الحديث واصحاب الرأي اصحاب الحديث كانوا حافظين لاخبار النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم كانوا عاجزين عن النظر والجدل وكلما اورد عليهم احد اصحاب الرأي سؤالا او اشكالا سقطوا في ايديهم عاجزين متحيرين اما اصحاب الرأي الذين كانوا في العراق فكانوا اصحاب النظر والجدل لكنهم كانوا عاجزين عن الاثار والسنن فصار الامام الشافعي عارفا بسنة النبي الكريم محيطا بقوانينها وايضا صار متضلعا باداب النظر والجدل قويا فيهما الى جانب ذلك كان فصيح اللسان بعدما استكمل الامام الشافعي كل العلوم رجع الى مكة المكرمة التي كانت منذ ذلك الزمان هي منار العلم في الاسلام لانه يقدم عليها الحجاج ويقدم اليها العمار من كل بقاع العالم وصار الامام الشافعي وهو في العشرين من عمره يلقي الدروس العلمية المفيدة في الحرم المكي وكان يدعو الى طلب العلم فيقول من تعلم القرآن عضمت قيمته ومن كتب الحديث قوية حجته ومن نظر في الفقه نبل قدره ومن نظر في اللغة رق طبعه ومن نظر في الحساب جزل رأيه ومن لم يصن نفسه لم ينفع علمه هذا من كلام الامام الشافعي يصي به طلاب العلم كان يلتقي بأكابر العلماء الذين يقدمون من كل البقاع الإسلامية في موسم الحج واستمع إليه العلماء وهنا سوف يلتقي بشاب في مثل عمره وهو الإمام أحمد ابن حنبل الذي صار هو الإمام الرابع من علماء الأمة الإسلامية من المداهب الأربعة فهذا الانفتاح على عدد كبير من رجال العلم صارت شخصية الشافعي تظهر بفقه جديد لا هو بفقه أهل المدينة وحدهم ولا فقه أهل العراق ولكن صار مزيجا بينهما بعد أن وقعت هناك مجموعة من الصراعات السياسية والمشاكل سيضطر الإمام الشافعي للسفر إلى مصر ومصر كانت أيضا موطن للعلم ذهب لكي ينشر المذهب الجديد المذهب الشافعي لأن المذهب المالكي كان منتشرا بالمدينة المنورة والحجاز والمذهب الحنفي كان منتشرا بالعراق بغداد وهذا المذهب الجديد كان يبحث له الإمام الشافعي عن موطن فاختار مصر لأنها كانت لها مكانة علمية كبيرة في ذلك الزمن وهناك سوف يلتقي بعدد من العلماء الأجلاء وكان الإمام الشافعي يذم علم الكلام لأن في العراق لما ذهب هناك وجد بأن المتكلمين كثر من الفلاسفة والمعتزل وغيرهم فنفر منهم ونهى عن طريقة بحتهم لأنها مخالفة لمنطق القرآن والسنة واعتبر بأن علم الكلام هو علم فيه الكثير من القيل والقال وكان ينهى عنه وكان يأمر بأن يقبل الإنسان على القرآن العظيم وعلى السنة النبوية الشريفة خصوصا في إثباث العقيدة فمثلا من هام أصوله أنه يقول ينبغي أن نلتزم بنصوص الكتاب والسنة ونقدمها على العقل لأنه لا هدي ولا صلاح إلا بالتبسك بالقرآن والسنة لقول الله وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم فلابد لكل مسلم أن يتبع سنة النبي الكريم ونصوص الكتاب الحكيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حراجا مما قضيت ويسلموا تسليما أننا نسلم عندما يقع التنازع بين المسلمين لابد أن نحكم القرآن والسنة عند كل تنازع وعند كل خصام أو اختلاف نعود إلى القرآن والسنة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذا هو أول أصل كان يعتمد عليه الإمام الشافعي ثم صار بعد ذلك يحدث الناس ويقيم دروسا كثيرة فنظر وجادل ووضع قواعدا في الاستنباط وقام بتأليف كتاب عظيم سماه الرسالة رسالته الأصولية وضع فيها الأصول المعتمدة في الاستنباط وبين فيها وجه الاستدلال بالدليل والقواعد والأصول المعتمدة وهنا سوف يشتهر الإمام الشافعي ويذيع سيته لأنه أول مؤلف لعلم الأصول إذا كان الإمام مالك هو أول من ألف في الفقه الموطع فإن الإمام الشافعي هو أول من علم من ألف في علم الأصول كتابه الرسالة وهنا سوف يقيم الحوار بين مدرسة الرأي ومدرسة النقل بين أهل العراقي وأهل الحجاز وصار الإمام الشافعي له موطن قدم وبدأ كتابه ينتشر وبدأت علومه تنتشر وبقي هكذا إلى أن انتشر في العديد من دول العالم الإسلامي بعد عمر طويل سوف يتوفى الإمام الشافعي في سنة مائتين وأربع للهجرة وسوف يدفن في مصر وضريحه لا زال لحد الساعة مشهودا في وسط القاهرة الإمام الشافعي لم يعمل طويلا عاش فقط حوالي أربعة وخمسين سنة أربعة وخمسين سنة ترك فيها فقها كبيرا واسعا حتى أسس مذهبا مستقلا هو المذهب الشافعي وقد قام عبر مختلف مراحل حياته أنه وضع كل ما في جعبته خدمة للدين وخدمة للدعوة الإسلامية ووضع شعرا وضع فيه مقاصده ومنهجه في إدارة العلاقة مع الذات ومع الناس له أدب رفيع الإمام الشافعي إلى جانب أنه فقيه وسوف نتعرف عن الفقيات إن شاء الله في حلقات مقبلة بين الآئمة الأربعة سترون بأن الإمام الشافعي كان كان ذكيا وكان ثهامة ولكن ما نريد أن نؤكد عليه اللحظة هو أدبه الدائع له أدب رفيع تجلى من خلال مقاصده وقصائده وأشعاره من ذلك قوله صن النفس وحملها على ما يزينها تعش سالما والقول فيك جميل ولا ترين الناس إلا تجملا نبى بك ظهر أو جفا جفاك خليل وإن داق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الظهر عنك تزول ولا خير في ود امرئ متلون إذ الريح مال حيث تميل وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل هذا الشعر يبين المعاناة التي تعرض إلىها الإمام الشافعي كيف أنه كان يربط علاقات مع الناس وكانوا يخونونه وكانوا يغذرون به فكان يصبر وكان يحتسب وكان يصن النفس وكان يتورع عن الحرام مما قال الإمام الشافعي ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج فالإمام الشافعي كان ينشر بين الناس في ذلك الزمن الأمل وكان ينشر روح التفاؤل وكان يقول اشتد أزمة تنفرج ودوما كان يرشد الذي عنده ضيق وعنده مشاكل وعنده هموم يقول له لتحزن اطرق باب الرجاء لما ينام الناس قم لله رب العالمين واطرق باب الرجاء كان يقول سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون فادرأ الهم ما استطعت عن النفس فحملانك الهموم جنون إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون دائما يربط قلوب الناس بالله رب العالمين لا تخشى الفقر لا تخشى المرض لا تخشى المشاكل والهموم التي أطبقت على نفسك فإن لك رب سوف يفرجها وكان يدعو الناس إلى الزهد والتقلل من الدنيا في زمانه كانت الفتحات الإسلامية توسعت وكان المال بالوفرة وكان الخير كثير فبعض الناس صاروا يتوسعون في النعيم فكان يدعو إلى الزهد ويدعو إلى التقوى ويدعو إلى أن الإنسان يستعد للرحيل كان مما قال من الشعر عليك بتقوى الله إن كنت غافلا ياتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازقا فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ضد أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور مع النسر نزول عن الدنيا فأنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر كلام في الزهد يجعل الإنسان يثق في رحمة الله وأيضا أنه لا يغتر بطل العمر فإنه قصير وكان يدعو دوما للتشبت بمكارم الأخلاق إذا وقع هناك شنآن أو خصام دائما يقول تعالى خليك متعال وتشبت بمكارم الأخلاق خليك مثل مثل النخلة الشامخة لا تكن مثل المستنقع الآس كان يقول لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العدوات إني أحيي عدو عند رؤيته لأدفع الشر عنه بالتحيات وأدهر البشر للإنسان أبغضه كما أن قد حشي قلبي محبات الناس داء ودواء الناس قربهم وفي اعتزالهم قطع المودات كان يقول لا تعتزل الناس بل اقترب منهم وحاول أن تظهر البشر لهم وحييهم كل ما رأيتهم وأضر لهم المحبة فإنك تستطيع أن تأمن مكرهم الإمام الشافعي كان حكيما كان يقول أقوى كل حكمة منها لما كان في معرض الخلاف بين المداهب كان يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب وكان يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه فلطالما استعبد الإنسان إحسانه كان يقول أيضا أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره وأكترهم فضلا من لا يرى فضله وكان يقول كلام كثير جدا وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء صار الإمام الشفعي رحمه الله هكذا في نشر الحكمة ونشر التربية ولكن هو كان متخصصا في الأحكام الفقهية وفي علم الأصول وقواعد الاستنباط وأدلة الاستدلال وهكذا بقي الإمام الشفعي إلى أن انتقل إلى رحمة الله وجاء التلاميذ من بعده واهتموا بمذهبه وحينما أخذت رياح التقليد تهب في الأمة الإسلامية في العهود المتأخرة كل شخص اختار طريقة من الأئمة وكل إقليم صاروا يقلدون إماما ويختارون مذهبه فالإمام الشفعي استقر في مصر كما ذكرنا من قبل أبو حنيفة استقر في العراق المذهب الحنفي والمذهب المالكي سيستقر في المدينة والحجاز وفيما بعد سوف يستقر في إفريقيا والمغرب العربي والأندلس أما الشفعي فقد استقر في مصر واستقام أهله على طريقته وحينما جاءت الدولة الفاطمية في مصر سوف تحارب أهل السنة وسوف تقيم المذهب الشيعي الشيع الإمامية وبقي سنوات 8 قرون تقريبا هكذا الوضع إلى أن جاء السلطان صلاح الدين الأيوبي فأسقط سلطان الدولة الفاطمية وأحيى المذاهب الإسلامية المعروفة وجعل للمذاهب الشافعي الحض الأكبر ثم بعد ذلك بعد عهد الإمام السلطان صلاح الدين الأيوبي سوف تأتي دولة الممالك وهذه دولة مسلمة قوية على مناج أهل السنة ويظهر فيها مجموعة من السلاطين منهم الضاهر بيبرس الذي سوف يأتي بإصلاحات كبيرة وسوف يجعل القضاء على المذاهب الأربعة لكل مذهب قاضي يقضي بموجبه مذهبه وحينما سوف يسيطر العثمانيون على ملك مصر في عهد الدولة العثمانية أيضا سوف يبطلون القضاء بالمذاهب الأربعة وسوف يحصف فقط بالمذهب الحنفي وهكذا بقي المذهب الحنفي في مصر هو المسيطر لحد الساعة إلى يومنا غدا وبقيت الشافعية مدرسة فقه وقيم أخلاق واتيار تجديد رفيع هكذا مرت لحد الساعة أكثر من 1200 عام على وفاة الإمام الشافعي ولا يزال حاضرا في قلوب المسلمين لأنه كان من العلماء الأفداد الذين جاهدوا أنفسهم وخدموا القرآن والسنة والفقه والحديث وكان من أكثر الناس علما وصلاحا وعبادة فرحم الله تعالى هذا الإمام وجعله في الفردوس الأعلى وبارك الله تعالى في كل طلاب العلم هذا أيها الأحباب الكرام فقط تذكير لنتعرف عن ملامح من شخصية الأئمة الأربعة أصحاب المداهب الفقهية تعرفنا من قبل على الإمام مالك ابن أنس وتعرفنا من قبل على الإمام أبو حنيف واليوم تعرفنا على الإمام الشافعي وقريبا سوف نتعرف على المذهب الرابع الإمام أحمد ابن حنبل حتى نتمكن من ولوج قضايا الفقه إذا ما ذكرت لكم هذا مذهب هو حنيفي أو شافعي أو مالكي أو كدت تعلمون من يكون صاحب المذهب أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع ويوفقنا لما يحبه ويرضاه السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة